بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أحمد الله رب العالمين الحمد للعباد الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أحبة في الله السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وبعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصحابته يعني في حالة جوع شديد فأتيت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء يعني فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا خمصا يعني جائع جائع شديد فقالت يعني ليس إلا جراب صاع من شعير صاع من شعير يعني تستطيع أن تقول اتنين كيلو جرام ولنا بهيمة داج يعني زي مثلا شاه كده سبحان الله شاه صغيرة فالمهم ذبحنا الشاه وطحنا الصاع اللي من شعير وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أنت وعشرة يعني في بيتي على الطعام لأن الخندق حوصر الصحابة يعني أكثر من شهر في موضوع الخندق وكانت هناك الأحزاب بالناحية الأخرى فالصحابة كانوا في حالة من الجهد الشديد واليهود كان نقضوا البيعة وأصبح المسلمين محاصرين ما بين الجيش المشرك وما بين نقض العهد اليهودي المعروف عنهم في حالة شديد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط يومها على بطني حجراً من شدة الجوع وكان يحمل مع الصحابة ويعمل مع الصحابة فلما قلت هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم صاح النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع طعاماً فهي على بكم يلا تذكر على الله على بيت جابر أنا أتخيل منظر جابر رضي الله عنه لما أنا أدعو عشرة وأفاجأ بخمسمائة قادمين أمر يعني أمر مرعب سبحان الله فالمهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجتي تعجن تعجن العجين يعني قال أين عجينك يا جابر فأشار إليه جابر رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في العجين الله أكبر وضع يده في العجين هنا خلاص يعني اطمئن يا جابر وضعت سبحان الله البركة ووضع الخير وبفضل الله سبحانه وتعالى وأكرم يعني رب العباد بيت جابر بهذا الكرم وقال لجابر أدخل عشرة عشرة دخل أنت بس إيه عشرة عشرة أنت كنت دعيت عشرة يأكلوا ويقوم العشرة والطعام كما هو يدخل عشرة أخرين يأكلوا ثم سبحانه وتعالى إلى أن أكد سبحانه وتعالى الجيش كله إيه ده يعني يعني أنا أريد أن أقول طبعا أنت الآن تقول أنت تسمعني وأنت تسمعيني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه البركة يعني بركة موجودة في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن نقول أيضا إن البركة لم تنزع من الدنيا بعد طالما فيه أناس صالحين ونساء فاضلات صالحات وناس موصلين بالله وناس يأكلون الحلال وموظفين يتقون الله عز وجل فيما أتاهم وناس عندها من التواضع وفيه ناس عندها من الكرم وفيه ناس عندها من الصيام بالنهار وقيام بالليل إذن الكرم الإلهي الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا يعني يعني اتقى رب العباد عز وجل في رزقه يقال أن رجلا ذهب إلى أبي حنيفة قال أبا حنيفة إن رجلا أعمل عنده أنا موظف أعمل عند واحد يعطيني خمسة دراهم ولا تكفيني أمر طبيعي أن يشفع أبو حنيفة عند صاحب العمل ويقول للرجل أعطيه سبعة أعطيه ثمانية المفاجأة المرعبة والعجيبة قال أبو حنيفة لهذا الشاكي اذهب لصاحب العمل اللي تتعمل عنده وقل له يعطيك أربعة طبعا أنا أعلم أن كل أصحاب المؤسسات الذين يشاهدون الآن يقولك نريد رجلا كأبي حنيفة ماذا الموظف يريد رفع الراتب لا يأتي ليطلب وده تقريبا الموظف الوحيد في العالم لا من قبل ولا من بعد الذي يطلب تخفيض راتبه فقال له ذهب الرجل وطلب من صاحب العمل أربعة دراهم فقط ليس خمسة عاش مكث مدة ثم جاء يشكو مرة أخرى إذا أبي حنيفة فقال إن الأربعة لتكفين قال ذهب لصاحب العمل وقل له يعطيك ثلاثة لا إله إلا الله هذا كلام وأنتم صائمون اليوم يعني يكون غير منطقي لكن انظر إلى انظر إلى نظرة أبي حنيفة ذهب الرجل يقول لصاحب العمل لا أريد منك إلا ثلاثة دراهم فقط لا أريد إلا أربعة ولا خمسة جاء الرجل بعد مدة ليشكر أبا حنيفة لأن الثلاثة أصبحت تكفيه تعجب الحاضرون كما تتعجبون أنتم الآن كيف أن خمسة لا تكفي وأربعة لا تكفي وثلاثة تكفي ما إحنا ليه بنخلي بعض الناس يخلوا الزوجات يذهبوا يعني إلى العمل وبعد ينتذهب من الصباح وتأتي إلى بعض الظاهرة لتجهز الطعام وتأخم البيت وتقوم على مذاكرة الأولاد وتشيب قبل المشيب وتجيل الضغط والتوتر من أين من قدة البركة لكن لو في بركة ما الذي صنعه أبو حنيفة قال كان عمله عمل هذا العامل لا يسوي إلا ثلاثة فلما كان يأخذ خمسة في اتنين زيادة عن حقه يأخذهم فهن اتنين حرام ولما صار يأخذ أربعة في واحد في ربع الراتب حرام لأنه لا يستحقه لو كان خمسة الراتب حرام أصبح ربع الراتب حرام فلما جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره فالناس إذا كنت أنا فلما أخذ الثلاثة هذه تساوي عمله فلما أخذ الثلاثة التي تساوي عمله بورك له فيها لأن انت عندك نوعين من الرزق في رزق إيجابي وفي رزق سلبي الرزق الإيجابي أني أتيك شيء طب رزق سلبي أن يمنع عنك مرض معين يمنع عنك من السيارة حالما تحادث تريد إصطع البيت حصل فيه مشكلة يريد سباك ويريد نقاش أو شيء من هذه الإصطعات هذا الشيء كنت تدفع أو يمنع عنك مرضا كنت تدفع فيه أموال معينة ولذلك رأينا جابر رضي الله عنه لما استيقن ببركة الله أولا ثم بوجود ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ليه لأن ابن مشعود كان يقول أحب إنسان إليه هو الضيف ليه أحب إنسان لك الضيف يقول لأن رزقه على الله أول شيء الضيف اللي يجين ده رزقه على الله وبعدين وثوابه لي ثم ويأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه بس لا تخاف ولا يأخذ يعني أنا أروح أكل عندك اللقمة ولا سبحان الله تأخذ ذنوب يعني أخذ ذنوب يلقيها خارج البيت فإذن يعني سبحان الله العظيم الضيف هذا يعني سبحان الله العظيم كرم الله على الزسان الكريم والكريم قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد عن النار والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنة قريب من النار وأنت يجب أن تحسن ظنك بالله أولا ثم بالناس ثانيا لأن الإنسان لما يكون مسلم صادق يكون كريما عن الناس مش في المال فقط في التعامل كيف يعني ابن مسعود سرقت أمواله في السوق راح يشتري شيء وضع يده في الجيب وأجد اللص سرق فقالوا ألم يجد اللص إلا صحابي رسول الله صلى بن مسعود تعالوا ندعو عليه قال لا أنا أدعو وأنتم أمنوا ماذا قال عبد الله بن مسعود لما سرق اللهم إن كنت تعلم أن الذي سرق نقودي محتاجا إليها فبارك له يا رب فيها وإن كان غير محتاج إليها فاجعله آخر ذنب يرتكبه في حقك يا رب العالمين إيه العظمة دي؟ إيه الخلق ده؟ هذا خلق الصحابة هذا خلق الإسلام هذه عظمة الإسلام بالله عليك هو سرق المال طيب جعتني عليه خلاص حصلت له مصيبة مات في حالثة سيارة انقلب وقع من فقصك في البيت أطعك ما الذي استفدته؟ أنا أستفيد إيه؟ المال ضع فلاستفيد أنا ثوابا عند الله فانظر بالمسعود يقول إن كان يا ربي اللي سرقها محتاج لها بركته فيها وإن كان غير يبقى داخل ذنب يا ربي يرتكبه إذن هذا هكذا تعلم الصحابة من سلوك وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان على خلق عظيم أحبة في الله إن الكرم لا يكون إلا في بيت المسلم وإن الرجل الكريم والمرأة الكريمة إنما هما يعني أتباع لخير كريم عرفناه في التاريخ الذي كان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم فلنكن كرماء مع أنفسنا كرماء على ديننا كرماء بديننا عندئذ نكون مسلمين بحق جعلنا إياه وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبل منه ومنكم صالح الأعمال لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا قضي ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ترجمة نانسي قنقر